يبقى فيه جزء من دم الأم هم متصلين ببعض هم ما فيش حاجز يعني منفعش نقول يا دي الحبل السري لغاية هنا دم الأم ولغاية هنا دم المولود لا ده هم ما دخلين في بعض لغاية ما بيتم قص الحبل السري وعملناه بمجبك زي ما قلنا في الحلقة تمام ففيه جزء من دم الأم في دم المولود طب ده ايه أهمية الحكاية دي دم الأم بيكون متوفر فيه العوامل الطبيعية للتجلط عوامل تجلط الدم الطبيعي اللي هو اللي بتساع عوامل التجلط دي بتساعد على إيقاف النزيف بعد هذه العملية بطريقة طبيعية بالمناسبة عشان تبقوا فاهمين قصدي مش إحنا لما بنجرح كده أي جرح لقدر الله إحنا ككبار أو أطفال جرحه جرح بسيط مش جرح عميق يعني خلاص ويبقى فيه دم نقول لك اضغط عليه كده دقيقة ولا حاجة يعني من دقيقة لخمس دقايق حتى وإحنا بناخد بنعمل تحاليل في المعمل تلاقوا الناس اللي بيعملوا لنا التحاليل يقول لك اضغط كده حضرتك هي الدم ده بيقف من دقيقة لخمس دقايق حسب الناس يعني حسب بقى العمر وحسب عوامل التجلط دي وحسب حالة الكبد وحسب المريض ده بياخد أدوية سيولة ولا لأ المفروض الطبيعي أن احنا بعد ما بيضغط كده ما عملناش حاجة غير أن احنا ضغطنا كده نشيل إيدينا نلاقي الدم ووقف الله هو الدم بيقف ليه؟ عشان عوامل التجلط الطبيعية جسمنا عنده عوامل بتخلي الدم يقف لما يحصل نزيف يعني يشوفوا رحمة ربنا بقى أنه النزيف ده يقف لوحده خلاص كده عوامل اسمع عوامل التجلط الطبيعية للدم خلاص فالعوامل دي اللي موجودة في دم الأم بتساعد على إيقاف النزيف بعد هذه العملية بطريقة طبيعية طيب ليه بقى الموعد التاني المفضل بيكون بعد 30 إلى 45 يوم بعد الولادة أمر له علاقة بالمعلومة الأولى اللي احنا قلناها إن ده الوقت اللي بيكون محتاجه الكبد عند الطفل عشان يوصل لمرحلة النشاط الوظيفي الكامل يعني إيه؟ يعني الكبد كبد الطفل الطفل بتولد الكبد مكتمل التكوين وكل حاجة لكن لسه وظيفيا مش مكتمل الوظيفة ومن أهم وظائف الكبد تكوين العوامل الطبيعية للتجلط طيب العوامل دي بتتكون إمتى؟ بعد الولادة بعد مرور من 30 إلى 45 يوم يبقى إجراء الجراحة دي قبل الفترة دي غلط يبقى قلنا يوم الولادة حلو علشان خاطر دم الأم بيوفر لنا الحماية بيوفر لنا عوامل التجلط ما حصلتش يوم الولادة لازم نستنى بقى يا 30 يوم يا 45 يوم بعد كده تتعمل عادي خالص كبد الطفل هنا بيكون تمام زي الفل كوين العوامل الطبيعية للتجلط الجرح بتاع عملية التهارة ده يساعد عوامل التجلط دي على إيقاف النزيف ومع إن الموعدين دول زي ما قلت لكم هم المعادين المناسبين جدا والمثاليين بالنسبة للطفل إلا إن في بعض الأطباء بيعملوها في أي وقت بعد عمر شهر ونص مش غلط بقى ما هو خلاص شهر ونص إن الطفل اكتملت عملية النشاط الوظيفي للكبد طبعا العملية دي بتكون مؤلمة فالأطباء بيفضلوا إجراءها تحت تأثير البنج أو المخدر يعني عشان هي عملية مؤلمة لكن إذا تعملت في يوم الولادة مش بتتعمل بمخدر ماينفعش بقى ندي بنج للطفل لسه مولود فالعملية بتبقى إيه يعني جرح كده وعياته وبتقى خلاص والدنيا بتخلص وبتبقى زي الفل فهمت قصدي ترجمة نانسي قنقر